اكد صندوق العمل تمكين استمرار حملات التفتيش التي يتم تنفيذها للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم الأجور وذلك لضمان تحقيق أهداف الدعم والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات وبلغ عدد الزيارات التي تم تنفيذها مع إطلاق حزمة البرامج المستحدثة أكثر من 4300 زيارة تفتيشية كما تضمنت الخطة الرقابية استحداث آلية جديدة مع وزارة العمل بشأن حالة الفصل غير القانوني والتواصل مع المستفيدين من برامج دعم الأجور والتوظيف أثناء وبعد فترة الاستفادة من الدعم وتبين من خلال عمليات الرقابة والمتابعة بأن نسبة حالة الفصل غير القانوني لا تتجاوز فاصلة 1% من مجموعة المستفيدين والذين تم التواصل معهم كما بلغ عدد المخالفات لبرامج الأفراد 18 مخالفة